السلام عليكم وصلتني في الأيام الأخيرة عدة كروت للتصليح وأول كرت سأتكلم عنها هي الـ GTX 1650 جيجا بايت والمشكلة فيها صعبة جدا والسبب أن الكرت تعمل لمدة طويلة جدا بدون حدوث أي مشكل لكن في بعض الأحيان تصبح شاشة سوداء فتركت الكرت تعمل لمدة من الوقت ولحسن الحظ استطعت فحص المشكلة أثناء حدوثها فوجدت أن جهد الفيرام اختفى مع أن كل شيء آخر يعمل في الكرت بشكل جيد ففحصت جهد التفعيل الخاص بمتحكم الفيرام فوجدته موجود ونفس الأمر بالنسبة للتغذية الخاصة به وفي هذه الحالة فلدي خيار واحد وهو تغيير المتحكم وهذا الشيء الذي قمت به تاليا وبعد الانتهاء تركت الكرت تعمل لمدة طويلة جدا وظهر كل شيء مستقر فيها ولم يتكرر المشكل مرة أخرى يعني ستعد الكرت قد صلحت على الأقل في الوقت الحالي وثاني كرت هي الـ RX 5600XD من صاف فاير والمشكلة فيها هي أن الحاسوب لا يشتغل كليا عند وضعها فيه وبالفحص الأول وجدت قصر في مدخل الطاقة الخاص بالكرت وفي الغالي فهذا سبب المشكل فتحت الكرت تاليا فوجدت أن واحد من الفيوز متفحم وحسب كلام صاحب الكرت فقد حاول المصلح الذي عمل فيها من قبل إرسال تيار كبير كي يظهر المكان الذي يوجد فيه مشكل لكن هذا الشيء سيؤكد له فقط أن القلب سيحترق وعلى كل حال كنت بحق نصف فاصل 75 فوط في مكان قصر واستعمال في الكاميرا الحرارية فوجدت واحد من الديار موسيس دير حرارة وغيرته تاليا وبعدها غيرت الفيوز كذلك وبعد الانتهاء جرت الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي وسبب مشكل السابق في الغالب هو أن الثرم الباط أصبح متحجر وبالتالي كان يعمل الديار موس تحت حرارة عالية وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تعطله وعلى كل حال جربت الكرت أكثر تحت الضغط وظهر كل شيء جيد فيها لهذا ستعد كذلك هذه الكرت قد صلحت وآخي كرت معنا اليوم هي الـ RX 5700 من باور كولر التي يمكن شم رائحة العطر منها من بعد عشرات كيلومترات والمشكلة فيها هي حدود فريز وفي بعض الأحيان لا تظهر الشاشة كليا وكذلك اختبال فيرام يبقى عالق وفي بعض الأحيان يعمل وعندما تكون حالات مثل هذه فلا يوجد لدي خيارات كثيرة وأقرب شيء يمكن تصليح الكرت به هو القيام بعملية الريبال للقلب وهذا الشيء الذي قمت به تالياً فبعد الإنتهاء جربت الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي وعندما قمت هذه المرة بتنصيب الدرايفر لم يحدث أي فريس في الشاشة لكن عندما تركت الكرت تعمل تحت الضغط لمدة من الوقت أصبحت تأتي شاشة سوداء ولا يشتغل الحاسوب حتى إطفائه كليا ويعني هذا في الغالب أن أحد المتحكمات في الكرت فعلت نظام الحماية فيها وفحصت المتحكم الأساسي أثناء حدود المشكل ولم يعطي أي أخطاء وبالنسبة للمتحكم الثاني فلا يمكن فحصه بأي برنامج لكن كان سهل اكتشاف المشكلة حيث لم أجد أي جهد في الجهة الخاصة بالميموري كونترولر اتجنت مباشرة إلى تغيير دي أرموس الخاص بهذا المكان وكذلك غيرت مكتف واحد لأن القيمة الخاصة به كانت منخفضة قليلا وبعد الانتهاء تركت الكرت تعمل لوقت طويل جدا ولم يحدث أي مشكل آخر لهذا ستعتبر هذه الكرت كذلك قد صلحت وفي الآخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام